موضوع الري أسايمنت اللي فتحناه ومعه اي تيتا تايبس فتح سؤال مهم احنا لازم نكون عارفين ان الـ variable هو just name هو مجرد اسم بيرفير لـ data في الميموري بيشاور على data في الميموري خلاص ده الاساس نسميه ليه؟ عشان نستوري الـ data جواه باسمه او نريتريب او نسترجع الـ data باسمه صح؟ طيب المشكلة بتحسب فين بقى؟ طيب عملت طريقة الـ site بس different data type ايه لا يحصل؟ يعني بمعنى اخر لو احنا جئنا كده عملنا new وقلت مثلا تطبيقsın اخس بنخلقXT كمان و نقوم بقصد كمان ندريبه نقوم بتقديم علامة X نقوم بتقديم علامة 5 نقوم بتدقائم نوع إنت تعال بقى نقول X تساوي Welcome أنا عملت Assign برضو للX بس المرة دي عملت Assign بنوع مختلف ألا وهو نوع إيه بس يعني مش عملت ReAssign مثلا ما لو عملت ReAssign مثلا بسبعة خيمة بلوعة ده رقم وده رقم جديد لكن اقول Welcome النوع بقى مختلف ليس بس بريق Assign Value القيمة بشكل مختلف لا ونوعه كمان مختلف على نفس الـ variable على نفس الـ X حطيت نوع جديد وهل هيتم تحويل أو لا Ctrl-S ودو سف 5 قالني عادي جدا خمسة وده إنت طبعا ولكم وقال ده إيه يبقى معنى كده ان الـ X هنا كـ variable كمعنى منفصل عن الـ data type كمعنى ثاني منفصل عن الـ value يبقى عندي ثلاث مفاهم الـ variable و الـ data type و الـ value الـ variable يبقى عندي ثلاث مفاهم يبقى عندي ثلاث مختلف نوع مختلف قبل وبقت الـ X كل فكرتها بدل ما تشاور على المكان اللي فيه خمسة تشاور على مكان اسمه ولكم وخلاص الـ data type كده بقت مرتبطة أكتر بالـ value الـ variable الـ variable يبقى بالنسبة لنا عبارة عن مؤشر يشارع على مكان في الميموري الخامسة تشال في الميموري بطريقة تخزينية تنفع مع الأرقام الصحيحة و X تشارع على مكان ذلك ولكم تضع في مكان تاني الـ another location الميموري في مكان تاني في الميموري تكتبت في كلمة لأن ولكم حجمها مختلف عن حجم و طريق تخزينها مختلف عن طريق التخزين 5 و X بقى بدل ما كان بيشاور على مكان اللي فيه خمسة بقى بيشاور على المكان اللي فيه كلمة ولكم وبالتالي مرتبط بنوع بيانات مختلف لأنه يشير في مكان الميموري نوع بياناته مختلف يريد أن تضح المفاتيح في جيبك و تضح المفاتيح في مخزن و مخزن و مخزن لأن المفاتيح بالنسبة لي قيمة و جيبك ده الديتا طيب نوع المخزن و كلمة جيب ده الفريور مخزن المكان حجمه ده الديتا طيب اسمه مخزن او اسمه جراج او اسمه مخزن ادوات بالنسبة لي قيمة الديتا طيب نوع المخزن يمكن أن يشير العربي يبقى فهمنا الفرق أما المسمى أسميه مغزن أسميه مغزن أدوات أسميه مغزن عربيات هذا هو اسم التتا طيب نوع البيانات نوع البيانات لكن ما حصل في بايثون أنه عندما تقوم بيانات مختلفة لا يوجد مشكلة فأكتب عندي في ورقة أن هذه البيانات بقيت في حتة فلانية مختلفة وهذا يحدث فيه ربكم فيه من الفرق ما بين الثلاث حالي